حضانة ليست كمثيلاتها فالأطفال هنا لا آباء لهم والأمهات لا أزواج لهم جمعتهم تحت صقف واحد محجوبة بدأت محجوبة عملها مع الأمهات العزبات في ثمانيات القرن الماضي عندما كان هذا الموضوع يعد تابوها كبيرا في المجتمع المغربي حينها كانت أرملة تعيل ثلاثة أطفال بعدما توفي زوجها وسنها لا يتجاوز الثالثة والعشرين وتدريجيا تحول العمل إلى قضية تؤمن بها بقوة أنا نفس المعاناة اللي كانت عيشها الأم العازبة عيشتها أنا تصورين ولت نهالة الاربعين ديال الوفاة ديال الزوج ديالي الإحساس اللي عشته حسيت به لأنه ببعا ما كانش نفس الإحساس ديال الأم العازبة وإلى يومنا هذا حتى واحد فينا ما تنصرش لو أنني أنا ما كنت سبع أولادي غيكونوا متشردين وهذا بشهادة الجميع حتى شيء واحد ما قال هادو كليتا ما أنا هنعطيهم حقهم أنا أنا جلعتوا ليهم وبنفس الشراسة التي دافعت بها عن أبنائها في الماضي تحاول محجوبة الدفاع عن حقوق الأمهات العازبات ورغم أن عمرها قارب السبعين ما زالت تقود سيارتها لمئات الكيلومترات لمحاولة إصلاح العلاقة بين الأمهات العازبات وعائلتهم حينما تغفل العائلة والمجتمع أبوابها أمام الأمهات العازبات يفتح هذا المأوى أبوابه أمامهن يقضينا هنا أشهر الحمل إلى أن يلدن ويبقين هنا مع المولودين الجدد إلى أن يتمكننا من الوقوف على أقدامهن بعدها تخرجنا إلى سوق العمل بينما تتكفل الجمعية برعاية أطفالهن ورغم ما حققته الجمعية ترى محجوبة أن لا تقدم سيتم في هذا المجال إن لم تتغير القوانين لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة حول عدد الأمهات العازبات في المغرب وإن كانت الجمعيات الحقوقية تشير إلى أن عددهن يقدر بالآلاف وإلى أنه في ارتفاع متزايد كل غياب المقرر الطبية الجنسية في التعليم النقصة الثانية كل عام السوسيو اقتصادي لجعل البنات يهاجروا للمناطق العمل بطبيعة الحال ورغم كل العقبات يظل عمل محجوبة مع الأمهات العازبات مستمراً على أمل تحقيق حياة أفضل لهن ولأطفالهن في المستقبل مونبا بي بي سي أغدير